العائد على أدون الخزانة ارتفع جداً وفيه مدد عدة الـ 18% تعالوا بنا نعرف النهاردة نتيجة الترحي الثالث في أكتوبر عشرين اثنين وعشرين وإزاي نقدر نفرق ما بين السوق الأولي والسوق الثانوي وإيه هي مدد أدون الخزانة اللي هي مدتها شهر وشهرين تعالوا بنا نعرف كل التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وإهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة المصر زي ما اتفعنا قبل كده أدون الخزانة هي أداة من أدوات الدين الحكومي اللي بتصدرها وزارة المالية واللي بيقوم بعملية الترحي بالنيابة عنها هو البنك المركزي اللي بيعمل حاجة اسمها السوق الأولي السوق الأولي ده بيبقى يوم الخميس بالنسبة لمدة الـ 182 يوم والـ 364 يوم اللي هي الـ 6 شهور والسنة ويوم الأحد بيبقى بالنسبة لمدة الـ 91 يوم والـ 273 يوم اللي هي الـ 3 شهور والـ 9 شهور دي أيام السوق الأولي حضرتك بتروح في أي يوم من دول بالنسبة للمدة اللي حضرك عايزت هستثمرها وبتروح قبل الساعة العشرة صباحا تقدم الطلب بتاعت أو العطاء بتاع حضرتك بيبقى فيه حد أدنى وحد أقصى ومتوسط للعائد زي ما احنا بنتكلم دايما في حلقات الأسبوعية بتاعتنا في قدون الخزانة حضرتك لما تروح دايما في بعض البنوك دلوقتي عاملة أبليكيشن جاهز مكتوب فيه متوسط سعر العائد كده تمام ما فيش مشكلة وحضرك تقدر تقدم العطاء على كده لو مش مكتوب أو محدد الكلمة دي حضرتك اكتبها لأن حضرتك كده هتدمر ان انت العطاء بتاع حضرتك يتقبل وفي نفس الوقت تحصل على عائد جيد الحد الأدنى لو دون الخزانة بيبقى 25 ألف جنيه ومضاعفتها والعائد بتاعها بيصرف بالخصمة مقدما يعني مثال سريع وبسيط لو حضرتك هتستثبر مئة ألف جنيه هيتم خصم من الحساب حوالي 97 ألف جنيه ويفضل التلات تلاف دول العائد اللي هيجي لحضرتك العائد ده بيبقى عليه ضريبة عشرين في المية بيتم خصمها من الجمال المبلغ آخر المدة يعني العائد هنا تلات تلاف جنيه هنحسب عليه العشرين في المية اللي هي هيتبقى 600 جنيه يبقى حضرتك آخر المدة هتستلم تسعة وتسعين ألف وربعمية جنيه ده بعد خصم الضريبة على العائد في بعض البنوك ما بتاخدش أي مصاريف على أدون الخزانة وفي بعض البنوك بتاخد مصاريف على حسب كل بنك بيختلف عن الآخر فحضرتك هترجع للبنك بتاعك علشان تعرف المصاريف الخاصة بأدون الخزانة والحلقة السابقة احنا اتكلمنا على كل البنوك أو الاربعتاشر بنك بمعنى أدق المتعاملين الرئاسيين في أدون الخزانة اللي حضرتك تقدر تستخمر من خلالهم وهسيب لحضرتك الرابط في صندوق الوصف بتاع الحلقة لان كمان فيها طريقة حساب أدون الخزانة لو حضرتك عايز تعرف تفاصيل الحساب بتاعتها بتكم إزاي ده كده بساطة السوق الأولي وبيبقى فيه رابط لنتيجة الطرحات ب错 السوق الأولي زي ما ببيه فيه رابط آخر للطرحات viewing السوق الثانوي برضه بيبقى موجود بالاتنائين موجودين على موقع البنك المركزي بس رابط السوق الأولي حضرتك هتلاقيه في الملاوساط أو أكشنس في موقع البنك المركزي نتيجة السوق الثانوي هتلاقي في التقارير الاقتصادية وفي الإيكناميك ريسورشيز هسيب لحضرتك برضو الرابط بتاع كل صفحة فيه موجود في صندوق الوصف عشان تقدر تميز ما بينه ده ياخدنا لكلام على السوق الثانوي والسوق الثانوي بيبقى عبارة عن حاجة من الاثنين الحاجة الاولى ان البنوك اشترت بدون خزانة من السوق الاولي وبتعمل لها اعادة بيع مرة اخرى لو حضرتك في روحت في يوم مختلف عن الايام بتاعت السوق الاولي انا روحت الاثنين او الثلاث او الاربع بيبقى لحضرتك من خلال السوق الثانوي وطبعا العائد عليها بيبقى اقل من اللي تم في السوق الاولي علشان الفرق ده بيبقى هامش ربح للبنك الحاجة التانية وهي حضرتك لو حبيت ان انت تروح تسترد او ترجع ادن الخزانة وما تستكملش المدة بتاعته حضرتك بيبقى الادن ده في السوق الثانوي للبنك والبنك بيحدد لحضرتك العائد اللي هيسترد على اساسه لو العائد ده اعلى من اللي حضرتك اشتريت بيبقى الادن الخزانة يبقى فيه خسارة في الاسترداد لو اقل حضرتك هتكسب من استرداد ادن الخزانة فبالتالي لما تكلمنا على حتة ان حضرتك رايح تبيع الادن مرة اخرى فكده الادن ده مش بكامل مدته يعني حضرتك لو انت اشتريت ادن مدته ست شهور وراحت بعد اربع شهور عايز ترجع الادن ده ومش هتكمل المدة فكده الادن ده يبقى افضل فيه مدة شهرين عشان كده فيه مدد لادون الخزانة في السوق الثانوي مدة شهر وشهرين ده بيبقى عبارة عن حد راح استرد الادن بتاعه ما استكملش المدة بالكامل والبنك ممكن يبيع لحضرتك مرة اخرى لو رحت تشتري مدة شهر او شهرين او مدد قليلا غير عن المدد الطبيعية بتاعت اللي بيتم طرحها في السوق الاولي عشان كده في السوق الثانوي في مدة الشهر والشهرين حضرتك مش هتلاقيها موجودة في السوق الاولي ده برضو علشان فيه ناس كدتسألتني ان فيه قدون خزانة مدتها شهر او شهرين ده الاجابة بتاعت السؤال ده نمتدي بقى نتكلم على انتيجة الطرح التالت في اكتوبر عشرين اتنين وعشرين وزي ما اتعودنا دايما بنتكلم على الحد الادنى للعائد والحد الاقصى ومتوسط سعر العائد والصافي التقريبي بتاع متوسط سعر العائد والصافي التقريبي ده اكتهاد مننا احنا بنعمله بعد خصم الضريبة مش بما موجود على الموقع الرسمي بتاع البنك المركزي او بيجي لحضرتك في البيان بتاع الابن اول مدة هنتكلم عنها زي ما تعودنا هي مدة الواحد وتسعين يوم اول تلات شهور والحد الادنى للعائد هو خمستاشر فاصل متين واحد وخمسين في المية والحد الاقصى هو ستاشر فاصل متين تسعة وتلاتين في المية بمتوسط عائد ستاشر فاصل مية اتين وتمانين في المية والصفل تقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود اتناشر فاصل اربعة وتسعين في المية وكده حصل ارتفاع عن متوسط العائد للطرح السابق له بعد كده مدة المية اتنين وتمانين يوم او الست شهور والحد الان العائد سجل ستاشر فاصل زيرو زيرو واحد في المية الحد الاقصى سجل ستاشر فاصل تلت سعاد في المية ومتوسط عائد ستاشر فاصل تسعمائة وسبعة في المية ومن الصافل تقريبي بعد خصم الدريبة 제يجان سجل 11.52% وكده برضو متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق له ي hineettes من مدة 273 يوم اول تسعشوره ولحد الانا للعائد سجل 17.9% ولحد اخثر سجل 18.08%. ولان متوسط العائد سجل 18.0.14% ومن الصافل تقريبي بعد خصم الدريبة سجل 14.41%. وكده برضو متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق له نيجي الاخر مدة معنا وهي مدة 364 يوم اول سنة والحد الادنى للعائد سجل 14% الحد الاقصى سجل 18.099% ومتوسط عائد 17.977% وتصافل تقريبا بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 14.38% وكده برضه متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق ليه برضه نسيب لحضراتكم الرابط شيت الاجسل اللي تقدر تستخدمه عشان تحسب قدون الخزانة مجرد من حركة دخل المبلغ والعائد والمدة بيحسب لحضرتك كل حاجة علشان احبت ان انت تعرف المبلغ يبقى في حدود كامل وانتظر في تعليقات حضرتكم ان تقول لي ايه هي افضل مدة مناسبة لحضرتك ان انت تستثمر فيها وديكت حلقة النهاردة من المصرفي يا رب وكون اقدر تفيدكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اشتركوا لكم اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك تدوس لايك وعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد ولو ما عجبتكش تدوس لايك وقول لي ايه سبب في تعليقاته من ان انا عرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد راجل اشتركوا في القناة